نسيكا حام الإدعاء الأولى في تونس أسباب الاستقالة أما قبلها سؤال مهم ما هي أسباب الالتحاق باقتلاف الكرامة هذه كخدت تقعد سؤال قاعد يتعود لبرشا ما نجد الفرصة باش نسأله لك هو اليوم مش نسأله ونتكلموا من الأول على منح الثيقة لحكومة سيشان مشيشي جزء من اقتلاف الكرامة ما زلت وقتها في الكتلة جزء اللي هو تسعة نواب ستة ستة بيرفع الأصبع البقية ما نعرفوش إلكترونين ستة كهو أنا ما نعرفش ستة به منح الثيقة لحكومة المشيشي والكتلة تقعد في المعارضة أنت من بيني لمنح الثيقة لحكومة المشيشي وعليش هالقسمة هذه في اقتلاف الكرام في الواقع احنا فكرنا في أنه البلاد مستحقة للاستقرار لونك الاستقرار يمر عبر التصويت للحكومة ومرورها الخيار الأغلبي في المنح السياسي كان هو يعني عدم التصويت نظرا لكونه مشاركنيش في مشاورات حول تركيبة الحكومة إنما تم عرض بعض نقاط البرنامج بتاع الحكومة بشكل متأخر لكن في اجتماع الكتلة هناك يعني عدد مهم من أعضاء مجنوب عن اقتلاف الكرامة قرروا التصويت بعدد من واحد إلى تسعة للحكومة لتأمين مرورها من أجل إنجاز الإصلاحات الضرورية على الأقل وتحقيق درجة من درجة الاستقرار أنا كنت منهم كنت متحمس للتصويت للحكومة الجلسة العامة وبعد ناخدنا وقت استراحة قررنا أن نعطيها دفع حصلت هي في تبلوف التصويت الآيلي على مية وتسعة كان عدد ضعيف جدا يعني عشرة تسعة مية وتسعة يسوي نصف بضبط على البرنامج زيد واحد فقلنا رو يلزمنا نعزوها وعطيناها ستة أصوات برفع الغيب كانت شخصة طوليبة 20 دقيقة للتشاور 20 دقيقة لكن اخذنا خمسة دقائق بركاء اليوم الأغلبية موجودة في المعارضة ما كانش فيطر مسرحي هذاك لأن المسألة تم أعدادها سابقا لا 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 دون أي توجيه دون مؤثرات خارجية كان نقاش داخلي والحقيقة الحقيقة هشام المشيشي كشخصية قابلة للتصديق وكان إيجابي جدا متواضع في نقاشاته برغب أن الظرافية كانت خائبة المسألة كانت محسوبة من الفتور ما يعني هل يصار معه؟ هل عندك علم بالتفاصيل ولا لا؟ لا احنا نهارت للاثنين من صار الاتفاق يعني قبل اليوم من تعال الجلسة العامة يصار فيه الفتور لكوته بشتصوت؟ ايش بك بركز على الفتور لا لا معناها أنت قلت راو القرار احنا نهارت للاثنين نهارت للاثنين نهارت للاثنين عملنا اجتماع ماضي ساتين للستة ونص الأغلبي 11 من 19 نيب قالوا نمشيوا في التصويت من واحد إلى تسعة يعني مع الحكم غدوة صار الفتور أنا برسونيل موما أنا ما أثرش فيها الفتور أو صارت نقاشات في الفتور بما يخلها يتم التصويت بطريقة ذيك يمكن الفتور يفترض به يزيد ما يهبطش من تسعة لستة لكن هي مرت وإن شاء الله تختم على روحها كيفاش ترى حضوظ الحكومة هذه أفاقها صاحب اسمارة مش قلك عليش سؤال هذا لأنه نرى اليوم تموقع داخل البرلمان مش دخلوا إلى دورة برلمانية جديدة اكتوبر الجاي بصورة برلمانية جديدة مختلفة إن شاء الله فيها تحالفات جديدة التحالفات الجديدة يبدو أنها تقسمت بمنطق يقول المحلين كنا نسمع في عدنان منصر مثلا منذ حين يقول أنه تعاملت ضد رئيس الجمهورية ضد وا للاستفراد بمعارضة ويتلهاب عبير موسي هذا ممكن الجملة اللي تقال الأهداف متاحها ما هيش لدعم الحكومة المشيشي أو لإنجاز استكمال المحكمة الدستورية ولا هي الدستورية أو مش هذا الهدف دونك الصورة في البرلمان مختلفة في كتوبر جاي كيفاش ترى الحكومة هذه تنجم تخدم في الصورة هذه هو شوف المشكل في البلاد مشكل سيسي عام كل سلطة في البلاد ما هيش موائمة ليواجبها أو دورها الطبيعي كنت تكلموا على البرلمان ضد أو معاه احنا تقود خلنا في مرحلة متاع ضدية وتضاد بشكل حاد دونك ما قدمناش صحيح فيما مجهود كمي في البرلمان لكن فيما مجهود نوعي زي مو توفر وفيما اختيار متعديتين متع محاور عمل باش نجم تقدم البلاد بسياغة قوانين تعطي نفس جديد لتونس وتتلائم مع استحققات هالمرحلة العالم قاعد يتقدم ما احنا قاعدين حابسين بل قاعدين موخروا اللي تقول لي انت ضد رئيس الجمهورية انا ما شفتش حاجة في هذا الاتجاه ضد عبير موسي لحقيقة حتى عبير ما يشم قصرة معناها قائمة بوجبها في انها ضد الناس الكل دونك فما فما ضدية لكن لهذه الاسباب انا ندعو انه نقف لحظة التأمل نعملوا مراجعات والبرلمان اليوم يلزم يطلع بمهمة تطوير التشريعات لخدمة الصالح العام التعامل مع رئيس الجمهورية ومن هنا نستغل لهذه الفرصة نتوجه له بطلب نقول له اذا فما تصور سياسي لديك سيد رئيس الجمهورية يمكن انه يخرج لبلاد من مشاكلها اذا فما هيكل جديد للدولة اذا فما رؤية جديدة لطريقة الانتخاب اذا فما رؤية جديدة للتمثيلية في السلطة التشريعية كما يحكي هو في اشارات مختزلة جدا على انتخاب على الافراد فارجوا ان تكتبها وتنشرها للرأي العام وان ترسلها الى اعضاء مجلس النواب لنقاشها نجي من الرؤية هذي تنفعنا نصوتوا عليها نسندوها نعملو لها حملة وطنية نمشيوا بها في استفتاء يعني عليش نبقى ونتكلموا في الشعارات سواء في البرلمان جميع الكتل المتورطة في الشعارات المزايدات والمزايدات المضادة سواء في رئيسة الجمهورية ثم نوع من الطبوية اللي ما هيش تلامس في الواقع او مقراتش الواقع كما يجب ادعو من هذا المنبر بكل احترام السيد رئيس الجمهورية الى التواصل الايجابي مع المكونات السياسية ومع البرلمان للتقدم بهذه البلاد انت سنت رئيس الجمهورية كمترشح في الانتخابات تشريعية نذكر و طبعا حتى كنت تعود الانتخابات هذي بنفس الشكلة وبالثنائية نفسها فأني انسان دقيس سعيد المسألة غير قابلة معناها صح باسمار النايب المستقل بمجلس نواب الشعب دونك اليوم هناك تنافس داخل مجلس نواب الشعب بين كتل من هو شكون الكتل اللي ينجم يتك عليها شام مشيشي رئيس الحكومة والحكومة شنية محاولة افتكاكو من براثن الخصم هذا ليساير هذي المعركة الخفية هذي نصيه انتا خصم ببكر اخوية غالطة شوف هشام مشيشي مشيشي مش مطالب انه يتك على حتى كتلة ولا على حتى جبهة هشام المشيشي مطالب انه يخدم وفقا لصلاحياته الدستورية بكل استقلالية بكل موضوعية وعلى نفس قدم المساوات مع جميع المكونات سياسية انه لا يخضع لابتزاز اي كتل سياسي او اي احزاب او اي قوى سياسي وانه ايضا لا يكون في مرتبة الوزير الاول اسمعنا رئيس جمهورية في خطاب اداء اليمين قال انه لن يكون وزير او سيكون رئيس حكومة بكل امتلاء انا ادعوه الى الانكباب والعمل واشد على ايدي وايدي فريقه من اجل انه يقدمه بتونس هو برنامجه كان متواضع ومتفئل قال لروا مش نوقفه نزيف انا معاه اليوم ما نجموش نحكيه على تطويره وبناءه وانجازاته ورقامة كبيرة فالتنمية اليوم نتكلمه على ايقاف هذا النزيف في القطع العام محاولة انعاش القطع الخاص وايجاد حوار وطني يكفل لهذه الحكومة للاستمرار ثلاثة او اربع سنوات باشي صلح الاقتصاد من يترك القارب عند العاصفة ففاو في الاصل كان عبئن عليك فلا يحزنك قولهم عبلتي في العلوي نائب زميلك في اتلاف الكرام اتكلم عليك بسرش نجم يكون انا متألم للخروج لكن في نهاية المطاف انا منحبش الرد على الكلام هذا انا نحب نقول انه انا دوريجين وانتي سألتني من اللول كيفاش التحقت انا دوريجين مانا نتميش لتصور السياسي لاتلاف الكرام خممت في انه النجم تعايش ومفيدوا بعضنا الامور ما مشيتش كي ما تمنيت دونك غدرت انا دخلت وحدي خرجت وحدي تمنيت لهم التوفيق ما وصلتهم شبهير كيف كان المبرر للالتحاق بأتلاف الكرام والله شوف هو السقف العالي في الشعرات جميل يستهوي تبقينا انا نقول انه هما ينجم يمثلوا روح الثورة بمنطق انه يخلقوا عالم مثالي وجمهورية مثالي انا نقول انه الثورات لد لها من عقل والعقل يجب ان يتبلور في سياق اكبر اسم المصالحات الوطنية رد ما الماضي اسمه الاستعانة بتجارب مقارنة كما في جنوب افريقيا كما في المغرب جارتنا فيما يتعلق بالمصالح الوطني فيما يتعلق بإيقاف الاقتتال السياسي ايضا نقول انه اليوم من البلاد محتاجة لحلول ناجعة وبداء الاقتصادية كما صار في ماليزيا مع مهاتيرا محمد كما صار في برشة دول كما ثيوب يارواندا الي اليوم يحقوا في دوب الشيفر في التنمية نتصور هذا ما يجيش بالشعارات وما يجيش بالاستمرار في الصراعات الداخلية كان خطأ أصلي الالتحاق بكتل تريد في الكرامة هو سبب دخولك كان خطأا وخروجك هو تصليح الخطأ ما تهزنيش الغدي أنا أتمنى لهم التوفيق نرجوه أنه يرتبوا الأمور على قاعد رؤية سياسية متماسكة عقلانية أنهم يتوجهوا للجهات يشوفوا مشاكل العباد ويعبروا عليها ومش لهم هما بركة هما بالمقارنة مع بقية المكونات السياسية الخيضة تجربة طوام منذ عشرة سنين يتسمعوا عاملين خطوة باهية لكن راهوا اليوم القوى السياسية بسرعة وبمجرد صعودها إلى البرلمان تخل بتعهداتها والتزاماتها تجاه ناخبها وهذا خطأ في الأخلاق السياسية يضرب ثقة الناخب ويضرب مصدقية الانتخابات ويهدد الديمقراطية ناقشتوا التحالف مع حزب قلب تونس لا جميع لا لم يناقش داخل القتلة لا أنا أنا نتعامل مع نواب قلب تونس صباح الخير عسلامة هما زملائنا نحترمهم لكن كتصور سياسي أنا الحد الآن من حيث المبدأ وقناعاتي لعلمية أنه المراهنة على استغلال فقر الناس جريمة سياسية لكن لا أنكروا أنه اكتشفت في نواب قلب تونس ناس هدئين ناس محترمين برشا ناس يحبوا يخدموا صادقين لكن عمري ما نقشت معهم تصورات سياسية مشتركة أو عمل مشترك كان في طال انسجامك مع نفسك ومع ما ممكن الحملة الانتخابية أنه الاتلاف الكرامة يعلن عن تحالف مع قلب تونس تلقى روحك مضطر أنك تستقيل من الكتلة في الحقيقة أنا كانت عندي بويدر ورغبة في المغادرة قبل اللي علينا على تحالف مع قلب تونس وممكن بعمل معناها محاولت يعني نسوي الاختلاف في وجهة النظر هو مثلا ماش خلافات بيني وبين الوخيان لكن في الكرامة لكن الاختلاف في وجهة النظر وفي طرق معالج مشاكل الناس خلتني يعني أنا أرجع بعد مدة نثبت استقالتي ونعلن عليها يعني لماذا استقالت من نجموش نخدمه مع بعضنا أنا طريقة العمل المبنية على الفكر الديمقراطي الاجتماعي ونشوف أنه ما عنديش ديتابو في التعامل مع المكونات السياسية ونراهن كما قلت لك على المصالحة الوطنية أحنا اليوم خليني نقول حاجة من عرش كان الوقت يسمح أحنا اليوم فما ناس في الحبوسات عندها عشر سنين ارتكبت جرائم اقتصادية وتنفعت من النظم السابق واليوم مؤسساتها مسكرة أو مصادرة وفلست شنية الفايدة اللي حصلت فما ناس 2011 ارتكبوا جرائم قتل غادروا السجون إذا هدم غادروا السجون فما بالك ناس ارتكبت جرائم اقتصادية علاش اليوم في السجون اليوم يلزمنا نفهم أنه المصالحة الوطنية تشمل لجانب الاقتصاد وتشمل لجانب الاجتماعي ننظروا لعائلات وأهل الناس اللي موجودة في السجون للأسباب السياسي نخموا كيفاش أنه راهوا اليوم يلزم التوانسة يتفقوا على أنهم يمنعوا علاش خرجت ساحبي اسمار ما نجمتش نتأقلم لا فهمت علش تخلت ولا فهمت علش خرجت راه أنا ما نجمتش نتأقلم مع المهسار ومع طريقة وعمل اقتلاف الكرامة ما زل الاحترام كبير لهم وخيان سياسيا الخيار السياسي كان خطرا الخيار بالنسبة لي أنا بالنسبة لي كنتي نحكي كان تسرعا كان تسرعا الخيار السياسي اكتشفت من بعد أنه موش أنت مكشفت المكان الطبيعي متاعك يعتك صح مكانش واضح من الأول لا لا مكانش واضح باي بداية بداية السنة النيابية هذه كانت سنة مجنونة كنت أخجر روحك في المرأة تقول كنت مراهق مندفع سياسيا ما عنديش تجربة الكافية صحيح علاش شبيه الواحد ويستعرف قداش عنا من واحد كيفك في مجلس نواب من برشة مستقلين لا مش مستقلين ماشو شعرنا من واحد في البرلماني يخذ الروح ويقول قداش كنت مراهق سياسي اليوم بعد عام من التجربة البرلمانية شوف والمعارك السياسية القوية لا لا صوتها عالي مش قوية فمفرق ما بين المعارك سياسية عنيفة وصوتها عالي وضجيج ورحاء فرق ترحي في الماء كما دي ما نقول فمفرق ما بين المعارك القوية المعارك القوية رأي على برامج معناها أنا نراهنك أنه نعملو بلون ايكونوميكي السوسيال نجيبو بي 15% في 5 سنين الآخر يقول لك أنا نعمل بلون يكونوميكي السوسيال نجيبو 8% هاو تصوري الصناعي قبل الفلاحي ولا تجاري قبل الصناعي ولا الفلاح قبل المزوز هكا المعارك القوية أما اللي تشوف فيه هذا الكل تبديل تبديل سروجي بره تبديل مواقع محاولة لأنه يكونوا موجودين في السلطة تقريبا أنه خابر السياسي تعمل مع السلطة كريعة كعائدات كموقع كعلاقات كمصالح بينما المجتمعات تقدمت في نظرتها للسلطة أنت اللي بيسكون ديناف بالحكم المحلي عاملين دي معناه دي سوليسيون للمشاكل العويسة لكل التشغيل للبيئة المال فلاحها نحن الثروات موجودة لكن إدارتها واستغلالها وتصرف فيها فيه برشة غلاط فيه برشة أنانية سياسية تعمل هذا مجديد ايه لزمنا نمشيه في الحل وكهو قيت ما يزيش عملنا لابداع الكل فيها التجربة الديمقراطية فيها العشرة سنين عملنا لابداع الكل عملنا لابداع الكل معناها واحد يبدأ عنده تلفزة يتلفت يلقروا ومترشح للرئاس يعمل العامل انتخابي بتلفزت والآخر معناها يوظف مؤسسة الدولة ويتحبي يترشح للرئاس والآخر يجيك بجمل وشعارات ثوريا بعد تلفت تلقام تنقض معها وغيره عملنا لابداع الكل وقت مش نقدمه تلفت والله لاثناشم مليون اللي يعانيه فانا البارح مع ولي القيروانسي مع ان بورقيبة ونجال وتحية من هنا الناقش وياسيبو بكر فيه اكثر من ثلاثالاف تلميذ ما عنده مش بشيار رجعوا للمدرسة لك كرسات لك تب لأدوات ولك راتب ما نهى كيفاش نلقوا لهم حل اليوم مش كونو خزر لهم تقول لي انتي عاملين اللي 27% اشترك المستقل في المجلس المجلس المبشعب نبدأين المستقل في انتظار انه يتكون مكون سياسي راهن على مصالحة وطنية تردم الماضي وتبني للمستقبل بمعنى بمعنى انه اليوم يلزمت وين سيتصالحوا مع بعضهم ما نعرش نجم تكون جبهة نجم تكون ما يقلقنيش اني نبقى مستقل لكن الفوميون الاكثر نجاعة هو تتشكل نوع من الجبهة البرلمانية اللي تخدم على اصلاح الوضع الاقتصادي والاجلماعي في البلاد وفيما بعد ترجع في 2024 تعمل منافستها الانتخابية على الارواح توقع انه فهم انتخابية تتبقى لي وينها استبعدها استبعدها لانه مش يكون فهى ضرر كبير على البلاد شكرا جزيلا بركة الله صاحب اسمارة النائب المستقل بمجلس نواب الشعب استقالة من تلايف الكرامة بركة الله كنت بحثنا في ميديشو